اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة اليوم مع معالي السيد ألبرت شين جيرو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بروندي وذلك بناسبة زيارته إلى مملكة البحرين وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بروندي مشيدا بعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء معربا عن حرص مملكة البحرين واهتمامها بتعزيز أوجه التعاون الثنائي مع الجمهورية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة من جانبه عبر معالي السيد ألبرت شينجيرو عن شكره وتقديره لوزير الخارجية معربا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين مؤكدا معالي حرص جمهورية بروندي واهتمامها بتطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي لأفاق أوسع لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والازدهار وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وزيادة مجالات التنسيق المشترك في المحافل الدولية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين كما تم بحث تطورات الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة والقارة الإفريقية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي وفي ختام اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية